ناصر فاروق طلع مع كريم حسن شحاتة وقال أنا زمالكاوي جدا ده أنا حتى حسام جافية جون وانا كنت هفوتهوله كلام من هذا القبيل ويقال ان هو كلام هزار فطلع معايا ناصر فاروق بعد كده بعديها بيومين قال أنا زمالكاوي لا يا عبني ان أنا زمالكاوي بس أنا يعني لو أنا كنت بهزر بدليل اننا اما كنت بلعف بطرول اسيوت طلعنا الزمالك من كأس مصر وصدت ضرب الجزاء لمحمد عبد الله تحاد الكورة مرضاش بالكلام اللي قاله ناصر فاروق واعتبروا ان هو مش هزار وقرر تحويله للتحقيق وإيقافه وخصم 30 ألف جنيه لمستحقاته عن طريق غزل المحل زي ما انتوا عارفين في مئة ألف لاعب زمالكاوي وأهلاوي ومعظم لعيبة مصر زمالكاوية وأهلاوية ناصر فاروق طبعا مش منطقي ان هو يطلع ويقول ان أنا بفوت حتى لو بيهزار مش منطقي يعني كلام لا يعقل ومش معنى ان هو بيهزر يبقى هو كان بيفوت مطش فعلا يعني الراجل زي ما قلت لكم طلع الزمالك من كأس مصر ومئة ألف واحد لعبوا في الزمالكاوية ومئة ألف واحد لعبوا في الزمالك أهلاوية وفيه كذا واحد بلعبوا في الآهل دلوقتي كانوا زمالكاوية جدا فيه كذا واحد بلعبوا في الزمالك دلوقتي كانوا أهلاوية جدا لكن اتحاد الكرة تدخل في هذا الموضوع ليه من المفترض ان اللي يتدخل هو نادي المحلة هو اللي يعاقب اللاعب بتاعه لكن اتحاد الكرة يوقفه ويحاول التوحيق ما لاتحاد الكرة بالموضوع ما احنا بنسمع كلام من زمان جدا معظم من ينتمو الاتحاد الكرة مصري أهلاوية وزمالكاوية والبعض كان يدافع عن مصالح الأهلي والبعض يدافع عن مصالح الزمالك بل بالعكس كنا نسمع دائما أن حازم الهواري يتدخل في التحكيم من أجل النادي الأهلي مش كلام ده كنا بنسمعه لكن لا يعاقب أحد لانتماؤه كن هو يقول كلام هو مش بتعود على الإعلام بيهزر مع كريم كلام لا يعقل أن هو يقوله على الهواء مباشرة حتى لو بيهزار هل ده يسمح الاتحاد الكرة المصري أن يعاقبه؟ لسه لجنة المسابقات وقفة محمد إبراهيم مطشين من غير ما يأمل حاجة يعني الحكم أخطأ لعت لجنة المسابقات وقفة محمد إبراهيم برضو يعني عملوا غلط فوق الغلط فإحنا مش فاهمين ماذا يحدث